هاي زيكو عاملين ايه معاكو خلود والنهاردة هنتكلم على شورت ستوري او قصة قصيرة للكاتب الامريكان ناثانيال هاوثورن طبعا الفيديو ده هيكون ملخص اوكي حتى لو كان قصير شوية مش مشكلة هيكون ملخص والفيديو الجاي على طول ان شاء الله هيكون تحليل وشرح القصة بتاعتنا اه بس قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان انتو يا جماعة بتنسو يعني في ناس بتكتب تعليقات كتير ايجابية بس بتنسى تعمل لايك فاللايك بيفرق مع الفيديو مع القناة اوكي وطبعا عايزة تعليقاتكو تحتو انتو عارفين ان برد عليكو بشوف كل التعليقات ولو اول ما رتشوفوني عجبكم محتوى القناة هتلاقوا تحت الزرار مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك هتندوسها عليه جنب وجرس عايزة ايب اقول او تفعيل الكل عشان يوصلكوا اشعار كل منازل فيديو جديد وياريت تعملوا شير للفيديو وللقناة كلها علشان يا جماعة في ناس كتير بدور على الحاجات دي ومتبقاش فعلا لقيها لان القناة ديسته صغيرة فاليوتيوب مش بيقترحها عن ناس قوي بس في ناس بتدور على الحاجات دي فهتبقوا بتفيدوا غيركم وبتفيدوا القناة كمان وبتشجعوني ان انا اكمل بسرعة اسرع اوكي وتبقوني على الانستجرام اهو علشان بيبقى هناك التواصل اسهل واسرع بالنسبالي وبس كده تعالوا نبدأ في الشورت ستوري بتاعتنا على طول حدوتة بتاعتنا نجيب بقى حاجة نشربها ونقعد ايه نشوف حدوتتنا بتتكلم عن ايه طبعا ده ambitious guest يعني الزائر الطموح اوكي تعالوا نشوف بتتكلم عن ايه اوكي الشورت ستوري بتاعتنا النهاردة او القصة القصيرة بتاعتنا زي ما قلنا اسمها the ambitious guest او الزائر الطموح اوكي طيب طبعا الكاتب بتاعنا كاتب امريكان يا جماعة هو كاتب امريكي وقبل ما اقول الملخص عايز اقول لكم ان كان فعلا في في سنة تقريبا 1826 حصل في امريكا انهيار تالجي اوكي وماتت عيلة اسمها عيلة ويلي اوكي ويلي فاملي القصة بتاعتنا ما كانش فيه يعني الشخصيات اللي فيها ما كان لهمش اسم الكاتب بتاعنا ما سميش اي حد فيها ولكن القارئ فهم انه هو بيكلم على ويلي فاملي او تعتبر زي متخدة من قصة وقعية وهي قصة الناس دي اوكي مش هي قصة وقعية بالمعنى بس يعني ايه متخدة منها يعني اوكي طيب اوكي خلينا ندخل الاول في القصة وبعدين يعني خلي التحليل بقى ايه في المرة الجاي القصة بتاعتنا بدأ بانه فيه شاب الشاب ده ما تقالش اسمه ايه والكاتب متعمد ما يقولش اسمه اوكي واحنا هنقول الكلام ده في التحليل سألي ويه الشاب ده كان شاب طموح جدا كان اهم حاجة عنده في الحياة انه هو مش عايز يموت من غير ما يسيب ذكرة في العالم يبقى مشهور يعني يعني لو مات يبقى مشهور بحاجة الناس تفتكروا بانه هو كان مشهور بشيء ما يعني فده اهم حاجة عنده كان بيبحث عن الشهرة زي ما قلنا اوكي كان مسافر من اوكي هو ده الامبشيوس جيستي يعني هو الزائر الطموح اوكي طيب اللي على اسمه طبعا نقص المهم ان الراجل ده كان مسافر عن طريق يعني مسافر في حتة اسمها وايت مونتن اوكي الجبل الابيض عد على الحتة دي يعني في طريق انه يروح بيرلينغتون اوكي طيب ده في امريكا طبعا انا ممكن اكون بص هنا عشان انا كتب هنا اوكي عشان اللابتوب يعني طيب اوكي الراجل ده زي ما قلنا كان طموح جدا وكان عايز ان هو يبقى مشهور المهم وهو معدي حس ان هو في زي عاصفة كده جاية في انزور بان هيحصل ستورم هيحصل عاصفة ما اوكي فالمهم وهو في طريقه لقى زي كابن زي كابينة كده لقى اكتشف لما دخل ان الكابن دي زي زي ان، الىها اي ان 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 يعني اوتال صغير بانسيون هلوكندا اعرفين الحاجة اللي هي الصغانطوطة دي اللي هو يأجروا اوضة وهو اصلا بيت كله صغير هو كده اوكي وبيأجروا للناس يعني مهم انه هو طلب من الناس دول انه اصحاب المكان برضو عيلة وما تقلش اسماء الناس ايه بس هي دي العيلة اللي احنا خدنا انه هو بيرمي على ويلي فاملي دي مهم انه هو طلب منهم انه هما يوافقوا انه يقعد معاهم الليلة دي علشان الجو برد وفي عواصف وفي رياح وكده وفي نفس الوقت هو حس انه مش يعني اتعطل في الطريق وكده فمش هيلحق يوصل للمكان اللي هو رايحه في الوقت المناسب يعني قبل العصفة فقال ايه قال هقعد يعني اقعد عندهم لحد ما الدنيا تهدى يعني ويستريح وكده انه كان طبعا ايه زي ما قلنا تعب طيب قعد فعلا وقال لهم انا هعمل زي اعمل الكامب عندكم كده في البيت المهمة قعد فعلا وبين ليه قعدوا يعني او مش بالليلي المهمة انه هما تجمعوا هو والاسرة دي حوالين الفاير بليس الدفاية وقعدوا يتكلموا لانه هما وفقوا انه هو يقعد معيهم الحوار بقى او القصة كلها في الحوار اللي هيدور ما بينهم في ما بين الراجل ده اللي هو الامبشرس جاست او الزائر الطموح والعيلة دي والنهاية بقى نشوف ايحصل ايه المهمة انه هما قعدوا مع بعض يتكلموا هو قعد اكتشف انه العيلة دي سعيدة جدا اولا ان هي تقعدوا عندها لانه هما ناس بيرحبوا باي حد وناس فرندلي وكده يعني ودفييني مشارهم دافية وناس قويسين يعني المهمة كانوا مبسوطين انه هو قعد يحكي لهم بقى عن حواديت المكان اللي هو جاي منه بقى وانه هما عايشون برضه في حتة شوية معزولة اوكي في الوايت ماونتن او الجبل الابيد فزي مزرعة صغيرة عند الجبل بقى حتة كده برضه منعزلة يعني فهو قابا يحكي لهم عن المكان اللي هو جاي منه وحواديت بقى من المدينة اللي هو جاي منها وكده هما كانوا مبسوطين عادين يسمعوا بقى الحواديت بتاعته وكده وكانوا سعداء جدا وهما قالوا له انه هما ما عندهمش تموح بالمعنى هما مبسوطين انه هما مع بعض يعني هما سعداء جدا انه هما مع بعض وده بالنسبة لهم كفاية وحياتهم هنا بالنسبة لهم كفية مش بيطمحوا لشيء تاني وفعلا هو لقاهم سعداء هما فهمش ازاي هما سعداء وهما ما عندهمش اي تموح ولكن كان يعني مبهور برضه بالسعادة اللي هما فيها والروحة النفسية اللي عندهم كان يعني كان مبهور بيها مهمة قعد معاهم وشاف قد ايه هما بيقدروا الاحساس بالسيفتي وخلي بالنا من الحتة دي الامان وكي والسيكوريتي يعني الامن والامان بيقدروا جدا ومهمة عندهم احساس السيفتي والسيكوريتي الامن والامان ده بالنسبة لهم اهم من طموحهم من اي حاجة تانية وده شيء عاجبه وشاف ان هو في حاجة كويسة فعلا هو ما كانش انسان وحش ولكن زي ما قلنا كان عنده طموح زيادة وكان مثالي بزيادة كان برضو ايه ايدياليستيك المهم قعدوا يتكلموا برضو العيلة دي قعدت تقوله على اكبر او لنقدر نقوله هو بقى الاول قال لهم على ان اكبر مخاوفه او اكبر حاجة هو خايف منها في الحياة ان هو يموت من غير ما يعمل لنفسه تاريخ من غير ما يسيب اسم الناس تفتكره يعني اسمه يعمل حاجة تخلي الناس تفتكره بعد ما يموت يقال لهم انا يهمني الشهرة بعد ما موت اكتر من وانا عايش يعني مهمة ان انا لما موت الناس تفتكرني بشيء ما واكبر مخاوفه انه يموت قبل ما يعمل كده قبل ما يحقق حاجة زي دي اوكي وانه هو مش عايز حد ينساه يعني اللي يعرفه ما ينساهوش وكده اوكي المهمة هو كمان شرح لهم يعني قعد شرح لهم انه هو ده سبب طموحه الاساسي يعني وفي النهاية قعدوا يتكلموا على القبور وشواهد القبور اللي بي مكتوب عليها اسم المتوفي بقى ومات امتى وكلام ده قعدوا يتكلموا على الكلام ده وهل الكلام ده له معنى ان الانسان يبقى مجرد ذكرى على شاهد كده مكتوب عليه اسمه بتاعه ولا انه هو يسيب حاجة في العالم يعني الناس تفتكروا بيه قعدوا يتكلموا في الموضوع ده شوية وبعدين وهما بيتكلموا سمعوا صوت عربيات معدية اوكي زي عربيات بضائع ومسافرين يعني بعربية زي كارتات كده اللي هي عربية بجرها حصينة ماشية معدية من الطريق اوكي فهم قعدوا يقولوا الناس دي رايحين عند الجبل وفي عاصفة والعاصفة غالبا هم هيموتوا في العاصفة وهيضيعوا اصلا محدش هيدور عليهم لان هم المكان اللي رايحينه خطروا كده هم برضو خلي بالنا ان العيلة دي مرديوش يطلعوا يحذروا المسافرين او يقولولهم ايدوروا حتى عليهم او يرجعوهم او اي حاجة لا هم مكنوش عايزين يطلعوا برا البيت بتاحهم اللي هو الامن والامان فاكتفوا ان هم ايه عشان ما يسيبوش امنهم وامانهم جوه البيت اكتفوا ان هم يدعو لهم ان ايه ربنا بقى يسطورها معاهم ويحميهم وخلاص بعدك شوية هنلاقي ان العيلة دي قالت ان هي افراد العيلة قالوا هم مش قلقانين من العاصفة هم حاسين بالامان جوه البيت وبيتهم ده هو الامان بالنسبة لهم هم مش خايفين من العاصفة ورغم انه كان بدأ يقع حجارة من الجبل يعني زي حجارة صغيرة حاصة كده ما خافوش واعتبروا ان تنشوا يعني كأنهم ما شافوش الكلام ده وقالوا احنا في امان ما فيش مشكلة عندنا واقعدوا يتكلموا مع الراجل اللي هو الامبشوس جست ده اللي هو الزئر بتاعنا قعدوا يتكلموا معاه ان هو ويقولوله ان انت في امان طول ما انت معانا جوه البيت وفي الكابينة بتاعتنا فانت في امان فما تقلقش واقعدوا حطوا زي واجبة كده من لحم الدببة واقعدوا ياكلوا وهو لما لقاهم حاسين بامان ومش حاسين بقلق ولا اي حاجة واقعدين بياكلوا بتاعه هو نفسه بدأ يحس هو كمان بالامان خصوصا ان الراجل ده الزئر ده كان اصلا عايش لوحده يعني كان اغلب الوقت هو عايش في وحده ومش متعود يبقى في عيله وفي وسط ناس فهو لما قعد في دفا بقى أسرة وعيله فحس ايه بالروحة والامان وكان بالنسبة له حاجة هو مش متعود عليه فكان مبسوط ويعني قال حتى لو ما بقاش مشهور برضو هو يتمنى انه اهل العيلة دي ما تنسهوش وتفضل فكرة على طول بعد شوية بدأ هو بقى برضو يكلمهم عن هو أحلمه وكده فهم كمان بدأوا يكلموا عن أحلامهم واكتشفوا انه هم عندهم برضو بعض الطموحات اللي مش بتكلموا عنها يعني مثلا الرب الأسرة كان بيتمنى انه يبقى عنده مزرعة كبيرة في حتة بقى فيها ناس وحتة راقية وكده بس هو راضي باللي عنده وراضي بالمكان اللي هو فيه وانه هو حاسس فيه بالأمان بنتهم الكبيرة برضو كانت بتطمح انها تحب بقى وتتجوز وكده وابنهم التاني كان عنده اللي هو الابن الصغير كان عنده نقدر نقول ايه يعني روح كده فيها مغامرة عايز يعمل مغامرات وحاجات كده يعني ويكتشف حاجته وكده المهمة بعد شوية وقت كلهم اعترفوا انه ايوة كل واحد فيهم عنده برضو حاجات في دماغه بيفكر فيها زي ما برضو الزائر ده بقى عنده طموح هم كمان فيه حاجات بيفكروا فيها وبيتمنوها مش بس الحياة اللي هم فيها حاليا بس الفرق انه هم ما بحاولوش يعني يعملوا اكشن يعني طيب بعد كده الليلة كانت مع الدية لطيفة ودنيا بيس لحد ما بدأ يحصل زي زلزال كده بالليل والبيت بقى كله الكابينة تترج فهم ادركوا ان دي مش مجرد عاصفة ان ده انهيار تلجي اوكي انهيار تلجي ده يعني الجبل التلج اللي فيه لهم الجبل لجنبهم ده هيقع اوكي بيحصل زي انهيار في جزء من الجليد يعني وطبعا دي حاجة مخيفة جدا واخطر من العاصفة فهم بدأوا يقلقوا ورب الأسرة بدأ يخافوا وكلهم بقى عمالين يزعقوا وعندهم حالة فانيك ورعبوا وكده وقرروا انه هم يخرجوا برا الكابينة وخلي بدنا بقى من الحتة دي خرجوا كلهم برا الكابينة عشان يتجنبوا لانهيار التلجي ده يعني يهد الكابينة على دماغهم فهم قالوا نخرج برا الكابينة نشوف لنا حتة نتدارى فيها والمهم انه هم قالوا احنا من الاول كنا مخططين ان لو فورل في يوم الايام وحصل انهيار تلجي فاحنا نقنا مكان نروح نقف فيه المكان ده هيحمينا مش هيجي عليه الانهيار التلجي فاللي حصل انه هم التلجي نزل عليهم دفنهم هم والزائر معيهم لانه كان معهم الانبشيس جست فالدفنوا هم والزائر في الجليد وما حدش سمع عنهم ولا عارف عنهم حاجة ولكن بقى لسخرية القدر ان الكابين بتاعتهم او البيت بتاحهم ما حصلوش حاجة وما حصلش والانهيار التلجي ما جاش عليه ولا اي حاجة وبقى مجرد بيت مهجور يعني لو كانوا فضلوا جوه البيت كانوا نجيوا ما كانش حصلوهم حاجة لان البيت ما حصلوش حاجة هم عشان تلعوا برا البيت والامن والامان بتاعهم فماتوا لكن لو كانوا فضلوا جوه البيت لان البيت ما حصلوش حاجة بس ده اللي حصل صخريات القدر في الاخر ان البيت ما حصلوش حاجة وفضل سليم والراجل الزائر بتاعنا مات وما حد استمع عنه حاجة مات من غير ما يحقق الحلم اللي هو كان بيتمناه ولا حد يعرف عنه حاجة غير انه هو مجرد أصبح زي مثل زي أسطورة كده من الأساطير ما نعرفش اسمه مجرد انه هو يعني معاهم وبقى أسطورة من الأساطير ماشي الناس هتتكلم عليها ولكن محدش هيفتكره هو تحديدا بانه هو عمل شيء ما يعني أوكي في النهاية كده نقدر نقول ان كل واحد يعني ايه يعني هو دايما حتى بالانجلش خليك حذر في انت بتدعي ايه أو بتتمنى ايه يعني هو تمنى ان الناس تفضل تتكلم عنه وده فعلا اللي حصل الناس هتفضل تتكلم عنه بس هتتكلم عنه انه هو اتبفن في البتاع مش أنجز حاجة مش نجح في حاجة لأ هتتكلم عنه هو حدثة يعني فأه الناس هتتكلم عنه بس مش بالطريقة اللي هو كان عايزها اللي هو بيتمنى تحق ان الناس هتتكلم عنه بس مش بالحاجة اللي هو كت في دماغه فاهمين القضي فاللي هو كل واحد دايما لما يجي يدعي بحاجة ايه ما ياخد باله وبيدعي بيزبط خليه محدد كده وكده القصة بتاعتنا خلصت على كده طيب ده كده الفيديو النهاردة اعتقدنا مش يبقى طويل قوي لان هي شورت ستوري بس انا برضو حبيت امشي على نفس النهج ان احنا نقسم العمل على فيديوهين بديو ملخص في فيديو شرح وتحليل علشان الناس ما تتلخبطش اوكي طبعا فيديوهات القديمة مش هتلاقوها كده هتلاقوا كله فيديو واحد بس يعني ابتداء من قريب كده انا بدأت تفاصيلهم فانيوي ده فيديو النهاردة الفيديو الجاي على طول ان شاء الله هيكون الشرح والتحليل فشوفوا لي ان الموضوع فيه شوية ابعد اكبر من الاحداث اللي فوق الوش دي اوكي وهنعرف ليه كمان الكتب تعمد ما يقولش اسم الزئر ليه ما تدلوش اسم لما كان بيتكلم عليه كان بيقول the young man او the ambitious guest اللي هو اتسمت باسمه الشورت ستوري طيب قبل ما اختم بقى ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والكومنت والشير والسابسكرايب وفعل الجرس طبقوني على الانستجرام واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي باي باي